طهران وراء مئة هجوم تعرضت له السعودية بهذا صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في سلسلة تغريدات عبر تويتر اتهم فيها إيران بالضلوع في الهجوم الأخير على منشآت أرامكو النفطية بومبيو دعا في تغريداته إلى إدانة الهجوم على إمدادات الطاقة العالمية مشيرا إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته جواد ضريف يتظاهران باللجوء للدبلوماسية الموقف الأمريكي الذي يستند فيما يبدو على معلومات استخباراتية تشير إلى أن انطلاق هذه الطائرات المسيرة من مكان أقرب من اليمن حيث لمحت بعض وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن الدولة التي انطلقت منها الطائرات هي العراق لكن بغتاد سارعت إلى نفي هذا الأمر كما أن السيناريو آخر رجحه البعض وهو أن تكون هذه الطائرات قد انطلقت من علامة سفينة في مياه الخليج وأن يكون الحرس الثوري الإيراني وراء هذا الانطلاق لكن طهران تنفي أي دور لها في الهجوم التوتر في المنطقة وحرب الوكالة يدخلان إذن سويا مرحلة جديدة أكثر خطورة مع لجوء إيران ووكلائها إلى استهداف قلب الاقتصاد السعودي وإمدادات النفط العالمية في وقت يبدو فيه الموقف الأمريكي ضبابيا وغامضا إزاء التعاطي مع هذا التصعيد لسيما أن إدارة ترامب تميل في الوقت الراهن إلى تقوية فرص المفاوضات مع إيران وهو ما تجسد خلال الأيام الأخيرة بإبعاث جون بولتون عن الإدارة والمساعي الأمريكية لعقد قمة بين ترامب وروحاني قريبا